قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتوقع قرب إجراء مفاوضات وفي لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية قالت إن الأمر قد ينتهي في يوم واحد إذا سحب بوتين قواته من أوكرانيا قد ينتهي الأمر في يوم واحد إذا سحب فلاديمير بوتين قواته أما إذا سحبت أوكرانيا قواتها فإنها ستنتهي لأن فلاديمير بوتين يقول إن ما يسيطر عليه جغرافيا الآن أصبح ملكا له وهو ما سيجعل أوكرانيا عرضة للخطر لسنوات قادمة كأن يتقدم بوتين أكثر في أوكرانيا لذلك أعتقد أنه لا يتوقع أي مفاوضات وقد سمعناه يقول هذا الأسبوع إنه سيستمر أعتقد كما تعلمون أن هذه قضية يجب أن يفكر فيها العالم بأسره هذا وقد أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكية أن الأوكرانيين هم من يقررون مصيرهم وبضعهم النهائي وجددت شيرمان في لقاء خاص عبر سكينيوز عربية تعبيرها عن دعم واشنطن لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني هذا قرار أوكرانيا لقد قلنا منذ البداية لا شيء عن أوكرانيا بدون أوكرانيا لذلك فإن الأوكرانيين هم من يقررون ما هو الوضع النهائي ماذا يريدون لمستقبلهم هذا هو المنطق وهو أن الدول ذات السيادة عليها أن تقرر بنفسها ما تريده لمستقبلها يسعدنا تقديم أي أفكار أو مشورة لقد طرح الرئيس زيلينسكي خطة سلام من عشر نقاط من أجل سلام عادل لذا فقد وضع شيئا على الطاولة وقد طرح بوتين الجرائم ضد الإنسانية فقط على الطاولة ترجمة نانسي قنقر